ليس ثمة حدود لما تريد الميليشيات في العراق الوصول إليه مندفعة برغبة جامحة لتجسيد الغرض الذي شكلت من أجله وهو خدمة إيران وأجندتها في العراق والمنطقة عموما صحيفة العرب اللندنية أكدت أن الميليشيات في العراق تحاول السيطرة على مطار بغداد وشركة الخطوط الجوية العراقية لتحقيق أهداف استراتيجية لإيران ووفقا لمعلومات استخبارية فإن ميليشيا حزب الله التي تعمل تحت إمرة قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني تتسلل إلى مناصب مهمة في قطاع الطيران المدني العراقي عبر دعم شخصيات معينة لتولي مناصب مهمة في إدارة مطار بغداد والخطوط الجوية العراقية وتقول الصحيفة إن هذه العملية تهدف لضمان سهولة استخدام الطيران الإيراني لمطار بغداد وتحويله إلى نقطة وصل بين طهران وبيروت بعد أن صارت الطرق البرية خاضعة للرقابة الأمريكية وكذلك لتوفير أموال لما يسمى بمحور المقاومة من العائدات الكبيرة التي يدرها المطار فضلا عن عمليات تهريب السلاح والمخدرات ويؤكد محققون أن الموظفين الموالين لميليشيا حزب الله سيطروا أول الأمر على الشركة التي تقوم بفحص أمتعة المسافرين وشحنات البضائع والمواد التي تمر عبر المطار ما سمح لهم بتحديد الإجراءات التي تخضع لها كل طائرة على حدة وتشير المعلومات إلى أن قدرة الحكومة على مراقبة الحمولات في الطائرات الإيرانية التي تستخدم مطار بغداد تتقلص يوما بعد آخر وقد تتلاشى نهائيا لأسيما مع إجبار هذه الميليشيات بدفع من القوى التي تأتمر بها إدارة المطار على تقديم تسليلات لمسافرين مطلوبين أو ساسة صدرت بحقهم أوامر بمنع السفر لتورطهم في قضايا فساد أو جرائم مجنائية من بينها القتل لم يقف الأمر عند هذا الحد بل جرى الاستحواذ على مطاعم ومرائب لوقف السيارات وشركات تشغل سيارات نقل المسافرين حيث تدر هذه المرافق أموالا طائلة تشكل مصدرا لتمويل أنشطة إيران وحلفائها في ظل العجز المالي الذي تعانيه بسبب العقوبات الأمريكية وفضلا عن ذلك يتدخل الموظفون الموالون للميليشيات في اختيار الطائرات التي تذهب إلى بعض الوجهات ويعتقد المراقبون أن خطوات سيطرة ميليشيا مسلحة على مطار بغداد هو تكرار لسيناريو سيطرة ميليشيا حزب الله اللبناني على مطار رفيق الحرير الدولي في بيروت ويؤكدون أن هذا الأمر قضى على ما تبقى من السيادة الوطنية التي تتبجح بها حكومات ما بعد الاحتلال في العراق وهو يشبه إلى حد كبير ما يجري في مؤسسات سيادية أخرى من اقتلاع للهوية العراقية ووضع تلك المؤسسات في خدمة أجندات إيرانية